مصر على مدار السنين اللي فاتت ركزت بشكل كبير جدا في سينة على جهود تطوير البنية التحتية إنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة وكمان إطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية ده من أجل تحسين حياة أهل وسكان سينة الحبيبة كمان عملت على تحفيز مناخ الاستثمار ودي نقطة مهمة جدا ده طبعا بعد إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في سينة عاقب سنوات كتير جدا من التضحيات والتحديات في سبيل استقصال جذور الإرهاب وهو ما نجحت في مصر بالفعل أكيد خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن جهود الدولة المصرية في تنمية سينة وإقامة مشاريع وتطوير بعض المناطق دي بنرحب معاكم في فقرتنا النهاردة بالستوديو الدكتور يوسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفرقى أهلا وسهلا بحركة صباح الخير أهلا وسهلا بيكم صباح الخير دكتور بداية جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتحسين الأوضاع المعيشية ولتنمية سينة ولوضع حافظ اقتصادي للاستثمار في سيناء ليه كل جدا في الحقيقة يمكن دولة المصرية وكادة السياسية المصرية أولد سينة اهتمام شديد في 18 أو 10 سنوات السابقة يمكن كان في رؤية قبل ما تشتغل كان الرؤية بتعتمد على أولا تطهير سيناء من الإرهاب ثانيا مد جسول التنمية عبر أنفاق بقى عندنا ست أنفاق في سيناء وبالتالي للدخول سيناء وبالتالي أصبح كل 20 كم تدخل سيناء والشيء المهم جدا أنه إزاي تعمل تنمية شاملة ومستدامة لسيناء دي الرؤية التي كانت موجودة اشتغلوا على ثلاث محاور مهمة المحور الأول يتعلق بالبنى التحتية المحور الثاني يتعلق بالصناعة والاستثمار في سيناء والمحور الثالث يتعلق بالحالة الاجتماعية لسكان الموجودين على هذه القطعة من أرض مصر وأنا هنا خلينا أقول معكم أنه هنا أهل مصر يعني أهل ما فيش أهل السيناء وأهل الشرقية وأهل أهل مصر جميعا أنهنا نبقى متواجدين جوه عمد السيناء يمكن محور البنى التحتية تحديدا كان أهم محور عشان نبدأوا به وده بيتعلق طبعا بالصرف الصحي والمياه والكهرباء والطاقة بأنواحها ويمكن الدولة أقامت طبعا أكبر محطتين صرف الصحي المحسامة وبحر البقر وبالنسبة للطرق أكثر من 5000 كم منهم طريق 211 كم النفق وطور وفي طريق تاني 210 كم ده محوة 32 يونيو اتعامل أيضا في سيناء مجموعة من المحاور العرضية والمحاور الطولية في الطرق وبدأت تتأسم سيناء إلى مناطق تنوية علشان يتم الانتهاء من مشروعات البنى التحتية المتكاملة الكهرباء طبعا وكمت أربع محطات كهرباء من أقوى محطات الموجودة في الفترة الأخيرة في مناطق لإنارة الإسماعيل الجديدة اللي يفشل القناة وإنارة مدينة السلام أيضا تم الانتهاء من مشاريع المياه والصرف الصحي في سيناء بالنسبة تتعدى فوق 85 إلى 92% كده أصبحت العملية التنوية المستدامة جهزة وشاملة بدأ الاتجاه إلى التفكير في الاستثمار والصناعة وتحديدا الصناعة جنا نتشتغل في الصناعة في مجمع الصناعة للأسمنت في العريش مجمع الرخان في الجفجافة في الوسط ومجمع الرخان في للسدر بدأنا نتكلم على مشروعات استثمارية أخرى في تنمية استثمار السياحي وعادة النظر إلى المنطق السياحية في منطقة صدر وجنوب سيناء وعادة تأهيل هذه المنطق السياحة وبدأنا نتكلم على إزاي نمهد لطريقة العائلات المقدسة حتى نستفيد من أيضا السياحة الموجودة في سيناء ودين سانتي كاترين بعد كده كان في محور آخر الأخير التعلق به التعليم ويمكن خيرنا قبل بروح التعليم أقول أن الدولة وفرت 8 مناطق صناعية في سيناء وفرت 80 ألف فرصة عمل في سيناء وفرت 132 فرصة صناعية جاهزة الاستثمار في سيناء حاليا بالإضافة طبعا إلى المشروعات الزراعية استهداف 450 ألف إلى 600 ألف فدان والمحور التنموي في وسط سيناء لإقامة 18 مجمع تنموي متكامل في قلب سيناء لما دخلنا على الإسكان من المحور الاجتماعي هو المحور التعلق بالاجتماعي والحال الاجتماعية والحال التتعلق به الحماية المجتمعية والسكان والصحة والتعليم يمكن الأول مرة السيناء فيها سبع مدارس يمانية فيها أربع مدارس تكنولوجية جديدة يمكن فيه أربع جماعات تكنولوجية أصلا حاليا جماعات أهلية جديدة جماعات التور جماعة سلمان وجماعة شرم وجماعة العريش وجماعة في شارع برسعيد دول أربع جماعات أصبحوا في سيناء أربع جماعات مدارس تعليم تكنولوجي سبع مدارس يمانية في سيناء الإسكان تقريبا بدخول المدر الجديدة داخل سيناء زي السلام الجديدة وشارب السعيد والسبعالية الجديدة وبعض التجامعات التنموية بنصل إلى 500 ألف وحدة سكنية بدون جديد في سينة حتى مشروع تكافل وكرامة شمل تماما الحماية المجتمعية مشروع 100 مليون صحة شمل أيضا السكان أهل مصر جميعا في سينة لأنا عايز أقوله هنا أن هذه الجهود التنموية المتكاملة اللي تمت في 8 سنوات ويمكن لو قارننا من 73 ل قبل 8 سنوات ما عملاش تقريبا واحد على 100 من اللي حصل في 8 سنوات معنى إيه؟ معنى أن هذه هي رسالة للداخل وهذه هي رسالة الخالج هذه هي رسالة إلى كل شباب مصر الصاعد الواعد وأقول الأسر المصري البحثة عن فرص التسمرية وعن أماكن جيدة جدا للعمل والإقامة والمعيشة في مشروعات متنوعة زراعة وصناعة وصياحة هيكون المستقبل القادم هو أرض سيناء الرسالة الثانية أنه كل مصنع العالم المستثمر العالم والداخل والخارج المستثمرين بنقول أن سيناء فيها نباتات عطرية فيها مواد محجرية فيها فرص استثمارية متنوعة متلفة إذن هذه أرض استثمار لديها سالة استثمار متنوعة بنقول في الرسالة دي أنه الموقع الاستراتيجي والجيوستراتيجي لسيناء اللي هو خلها يعني الشبهة باستهداف فهي جزء أصيل من أرض مصر ومن طراب مصر وأهل مصر المتواجدون هنا في سيناء وموجودين في أي مكان لديها من حق إلى استعادة هذه تأهيل هذه المنطقة لكي تكون منطقة تنموية ومنطقة قادرة على أن تعطي لمصر والمصريين حظين جدا بشكل جيد أنا عايز أتوقف بس عند الرسالة الأولانية لحضرتك قلت عليها دلوقتي الموجهة إلى الشباب يعني فيه فرص كتيرة جدا للاستثمار في سيناء ومش بس للاستثمار للعمل يعني فرص للعمل كتيرة وقدي إحنا الفترة اللي فاتت يعني لو رجعنا بالتاريخ لو رجعي عشر سنين مثلا أو أكثر من عشر سنين كان عندنا حاجة اسمها هجرة داخلية كنا دايما سكان هذه المناطق المحافظات الحدودية المحافظات اللي ما فيهاش خدمات ما فيهاش تأهيل ما فيهاش بناء تحتية ما فيهاش مشروعات كان دايما بيكون فيه نزوح وهجرة داخلية للقاهرة إزاي كل هذه المشروعات اللي حضرتك ذكرتها وتنفذت في كل القطاعات هتوفر فرص عمل مش بس في التشغيل لا كمان في إنشاء هذه المشروعات شوف أنا عايز أقولك إنه باختصار شديد إن فيه مش أقل اعتبارا من العام القادم 24 مش أقل من 100 أو 150 فرص عمل في التوفر في سينة ويمكن النهاردة يعني أنا عايز أقول إنه لازم يبقى فيه حاجتين إن فيه الدولة بدأت واستمرت في مشروع تنموي مستدام في أرض سينة وبدأ لازم يكون في الجانب الآخر الشعب والشباب جاهزين إلى استخدام ذلك استخدام جيد يعني الفكرة إن أنت النهاردة بيت متواجد على أي 20 كيلومتر أي بتعدي في أنت بقى في سينة ما عادش فيه فكرة إن أنت تستاني على نفق واحد وتقعد 7 ساعات أصبحت العملية بالنسبة لنا ساعة و ساعتين و ثلاثة وممكن يبقى فيه حلقات متصلة ما بين مدر القناة في البزنس في العمل مدر القناة في غرب القناة وشارك القناة بشكل جيد وبشكل سهل جدا اللي أنا عايز أقوله إنه اللي بيفكر فيه زراعة زيتون اللي بيفكر في الطمور اللي بيفكر في النخيل اللي بيفكر فيه النباتات العطلية والطبية اللي بيفكر فيه مشروع صغير اللي بيفكر في بيت يقدر يشتغل عليه بيت وأرضه عشر فددين في المشروعات الترنوية يعني أعتقد إن فيه فرصة سانحة جدا حتى الشباب مصري الآن إلى دراسة كيفية العمل والوجود والتواجد في أرض سينة أعتقد إنه إحنا من وجهة نظري المفروض يكون لدينا جميعا من الداخل من وزعنا مشروع قومي لكي نصل بتسعة مليون أو عشر مليون مصري من الكتلة السكانية المصرية نتواجد لتعمير هذه الأرض اللي هي ستين ألف كيلو متر نتر موقع استراتيجي نتكلم على اللي عايزي نتكلم على السحل الشمالي في غرب أو في سوريا في شمال سينة على سطور شريط ساحلي ممتد من أفضل شواطئ العالم في البحر العبد المتوسط نتكلم على جزء اللي يتجزأ من يعني كروز والشعب المرجانية في الجنوب نتكلم على خريج العقبة وخريج السويس نتكلم على مناطق سهل جدا جدا عادة استخدامها وعادة استفادة منها محتاجين الناس اللي بتعمل حفلات كبيرة وبتنظر حفلات كبيرة تيجي تنظر حفلات في وسط سيناء وحفلات في جنوب سيناء وحفلات في شمال سيناء ننقل نظرة العالم ونظرة الدنيا في مصر في الداخل والخارج إلى منطقة سيناء ده ما كانش حينفع يحصل يا دكتور غير لما يحصل إرساء للأمن وللقضاء على الإرهاب ووجود استقرار في المنطقة يعني مش حينفع نقول للسياح تعالوا احضروا حفلات مش حينفع نقول للناس تعالوا احضروا حفلات أو غيرها يعني أيا كانت من أنشطة غير بعد ملف أخذ مننا جهد كبير جدا أخذ مننا أرواح من يعني الشرصة المصرية والجيش المصري يعني أخذنا فترة طويلة جدا لغاية ما وصلنا لهذه المرحلة أننا نقدر نقول تعالوا وعملوا حفلات الوضع آمن ومثقر أولا عشان كده أنا قلت في بداية كلامي أنه أحد أهم المحاور اللي بدأوا عليها القطاعات اللي هو تطهير الثناء من الإرهاب ويمكن كان عندنا نموذج جديد على فاكرة ويتكلم عنه سيد رئيس في ممبر أمم المتحدة أنه إحنا استبدلنا الإرهاب بالتنمية يعني لم تكن عملية القضاء على الإرهاب فقط أولا عشان بس الناس اللي تسمعنا يعني أنا بحيي قوات المسلحة المصرية اللي محركتش العناصر الإرهابية الصعبة من نقطة صغيرة في سيناء يعني لم يتحرك الإرهاب في شبه جزيل السيناء في أكثر من نقطة واحدة صغيرة على مدار أربع أو خمس سنوات حتى تم القضاء تماما وأصبحت يعني الآن سيناء من المناطق الأكثر أمن في جمهة التصل العربية ما كانش ده الفلسفة بسكت الفلسفة كمان أنه إحنا قادرين على حماية استثبارات أن الجيش المصري قادر على حماية استثبارات على عرض سيناء أعتقد أننا لازم نفهم كمصريين أن الثمن وفاتورة الأمن فاتورة اقتصادية كبيرة الأمن له فاتورة وعشان نبقى فاهمين قويس جدا وفرصة أننا أوضح هنا أنه اللي حصل في تطوير القوات المسلحة المصرية عنصر اقتصادي مهم جدا وكان لابد أن يتم ذلك والأيام أكدت الآن وأثبتت أن التحديات الجيو سياسية والظروف للتمر بها البلاد وكل نحن نعمل الآن والنيران تحيط مصر من كل جانب وبالتالي نحن نقادرين على حماية الاستثمارات المحلية وقادرين على حماية الاستثمارات الأجنبية سواء على أرض مصر للتنميل أو في قلبه أو في أوقف سيناء هذا ثبت بالدليل القاطع أننا لدينا رؤية فيه الذي يحدث نطلق الإرهاب ولكن دخلنا سيناء بمنظومة مزدوجة هي القضاء على الإرهاب والعمل على التنمية الشاملة في أرض سيناء والقادم هو تحويل سيناء إلى كتلة سكانية قبرى منتجة تنموية تستطيع أيضا أن تؤدي دور مهم جدا في صراعة منظومة الاقتصاد المصري والجميع المحلي الإجمالي الأمن في سيناء وما تم فيه الآن من خطط استباقية يعني ما حدث في سيناء من إرهاب بسيط لن يحدث في المستقبل لأنه الآن القوات المسلحة المصرية طورت الأداء وطورت التسليح وطورت الخطوط اللي بتتعامل معها كل ده احنا شفناه اسمعناك أعلام اسمعناك المحللين شفنا تنوع السلاح من كل دول العالم في آخر عشر سنوات شفنا التشكلات العسكرية اختلفت بعدنا القواعد أصبحنا الآن دولة قادرة على أن تحمي التنمية على أن تحمي الاستثمار حتى فيه عمق سيناء الأمر ما بقاش يعني بشكل أو بآخر حالة اللي مرضينا بيها من 2011 إلى 2013 دي مش هتتكرر تاني نتيجة أن فيه جزء كبير جدا من العمل المشترك اللي قائم فعلا على توزيع عدالة التنمية عندما نأخذ سيناء توزيع عدالة التنمية طبعا عدالة ونواتج التنمية لما يكون عندي استثمار تنمي في سيناء يقترب من التريليون جنيه في 8 سنوات إذن ده جاي منين جاي من توزيع العادل لأنمو التنمية على أرض مصر وخلينا أقول هنا يمكن يعني نهاردة نتكلم عن تنمية سيناء الناس اللي تتكلم عن تنمية الصعيد أيضا عندها نموذج مختلف إذن مصر الآن تتحدث عن نموذج يهتم بتوزيع كل ما يحدث من نواتج النمو على جمهورية مصر العربية سيناء صاحبة جزء أكبر وأنا شخصيا بشوف ودي دعوة لكل رجال أعمال يمكن الداخل والخارج أنه لازم نهتم اهتمام شديد جدا لدينا فرصة سانحة جدا لأن نكون مقدمين لاقتصاد قوي من خلال سيناء ده اللي كنت أسأل حضرتك عنه حذك ذكرت دلوقتي حماية الاستثمار مصر تمتلك من القوة اللي تقدر بي من خلالها نية حماية أي مستثمر أو أي استثمارات موجودة في هذه المنطقة المستثمر بيحب أو بيحتاج بنية تحتية الساودية كلمنا عنها في بداية هذا اللقاء وبيحتاج استقرار وأمن ايه تاني بيحتاجه المستثمر المستثمر بيحتاج يبص على سبع أو تمن محاور مهمين جدا أول حاجة بيبص عليها بيبص على الاستقرار أول وتاني حاجة بعد الاستقرار السياسي والأمني بيبص على البنية التحتية بيبص على العمالة والإيد العاملة بيبص على أسعار الطاقة ووجود الطاقة وتوفر الطاقة بشكل جيد وده مصر تقدمت فيه بيبص على عملية دخول وخروج الأموال بيبص على العملة واسابات العملة وسأل العملة بيبص على تنوع السنة الإستثمارية يعني أنا ما بلاقي تنوع السنة الإستثمارية زراعي صناعي تجاري بحري اتصاد أزرق اتصاد أخضر فبتلاقي عنده كتير جدا من الفرص الإستثمارية بيبص على البنية الرقمية والشبكة الرقمية الموجودة بيبص على المواني اللي موجودة عندك والفرص الشحنة للمواد الخارجة والدخلة بيبص على الاكستساباليتي الوصول زي الطيران وقتوط الطيران كل الحاجات دي بتؤخذ في الاعتبار في الفرص استثمارية وانا اعتقد على فاكرة عشان برضو صدر للمشاهدين احنا من اجهز الدول افريقيا وبنحقق اعلى معدل في جذب استثمار الاجنبي حتى العام حتى اقصى عام اقتصادي و23 لان جاهزية مصر في البنية التحدية وجاهزية مصر في الايدي العاملة يعني احنا ناقصنا تعديلات خفيفة جدا بتتم وجال العمل عليها في زبط سعرية العملة وهنكون من الدول اللي هتقدر تعمل قفازات فيما يتعلق بجذب استثمار الاجنبي المباشر وده شيء مهم جدا ان المستثمر بيفكر في السوق فين حجمه ومصر عندها واحدة من اهم ثلاث احجام الاسواق الافريقية مفتاح وبابل الافريقية كاملة من مصر ممكن تتشتغل على افريق عندك موانئ على البحر الاحمر وموانئ على البحر المتوسط الطرفين عندك الايدي العاملة عندك التعليم عندك جامعات اهلية جامعات تكنولوجية يعني انا 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 عايز اقوله دايما ودايما دي رسالة يعني لكل الناس بتسمعنا مصر بلد كبيرة مصر اصولها كتير مصر الاصول السابتة اللي فيها والمحاور والملفات اللي موجودة فيها قدر على صناعة اقتصاد قوي ويمكن هي المشألة ان احنا مرينا بظروف على مرة تاريخ صعبة يعني احنا اول مرة نستدين مصر لم تستدين الا عام سبعين اول مرة نجيب دين خارج العام سبعين فاحنا يعني مصر مرت بظروف مفيش دولة في المنطقة تتحمل ذلك الى الان الى الان مصر هي مركز الارض وعشان اقولك على حاجة يمكن حتى لها علاقة باقتصاد الحلول لكل دولة من دول المنطقة فيها مشكلة هتحال في القاهرة ولكن هتحال خارج القاهرة فالقضية الاهن ان احنا كشعب وكناس بنشوفها عناصر التنمية في سين عناصر التنمية في الصعيد عناصر التنمية في كل مكان دي رسالة للمستثمر ورسالة للطمأنينة للداخل والخارج احنا فعز اصعب عام اقتصادي مرة على العالم عشان شدة عشرين ومع ذلك البضاعة بتوفيرها في الاسواب ومع ذلك ما عندلاش مشكلة ولو حصلت مشكلة في صنفة او في المنتج بتاخد لها اسبوع ونبدأ تنمي سيطرة عليها الى حد جبير في مشاكل اقتصادية بيمر بها العالم بأثري وفي عندنا تحديات وفي ناس عندها مشاكل في أسر معينة لكن في النهاية احنا البلد قعدت اعداد جيد طرق كباري كهرباء طاقة سيناء صعيد عندنا فرصة سيناحة جدا ازاي نظر بنشتغل عليها وبعدين يعني اللي انا عايز اقوله انه شباب مصر النهاردة لما نلاقي خمسة مليون ونصف فرص يتعامل يتعاملوا في الثامن سنوات اللي عدوا علشان قطر بنشتغل في مشاعات البولية التحتية لما النهاردة يبقى فيه عندي فرص في مدين جديدة لما يبقى عندي فرص في الصيف كله في شغل جديد يتعامل انا عايز اتكلم عن الفرص اللي موجودة دي زمان كان اللي بيبقى بيروح سيناء عشان بس يروح كان بياخدوا قطة طويل جدا وما بيبقاش عارف يرجع بسهولة وكان فيه قصص الشرايين الحياة او الانفاق اللي تم يعني التعامل معها وحفرها في الفترة الاخيرة ورصفها وافتتاحها كمان من قبل الدولة المصرية اعتقد انها سهلت الوصول لسيناء والخروج من سيناء وربطت المختلف الاماكن سيناء بمدن القناة سيناء بالداخل ما بقى كل البلد داخليا مربوط البلد طبعا فيه حاجتين الدول اشتريت عليهم وانا عايز احط اولا هم قضوا على المركزية شوية يعني النهاردة فيه 952 مكتب سجيل لمدن في سيناء فيه 15 واحدة مروح فيه 21 نيابة في سيناء وبالتالي ده اصبح كل مصالحك وخدماتك تقدم من هنا امر التاني انا لعشان زمان وقالي اقول لعشان سيدة مشادين يبقوا عارفين لما اجيب خوخ من العريش عشان اعديه قمشي 176 كيلو عشان اوصل نفق الشهايد واقعد 10-12 ساعة وبعد يقعد يومين وبعد يومين ده انا بدي مثال على صنف واحد النهاردة من اي 20 كيلو متر يقدر تعدي وخط رايح جاي دي كانت مهمة جدا وده بيؤكد على انه اللي حصل في سيناء حصل بدراسة ما حصلش كده يعني ما حصلش ان انا بالنسبة كان بيؤثر على سعر المنتجات كمان طبعا ما حصلش على حاجة بل انه بدأ انت بتشتغل بدراسة انت عايز تنمي سيناء بشتامل التنمية جوا بعدين تبدأ تدور على الانفاء لانت بدأت الاول بالانفاء وبعدين تطهير الارض من الارهاب وبشت ده كله مع انه تشتغل على البنية التحتية وتحلالها علشان تقدر تخش والدخول انا اعتقد يعني من وجهة نظري ان الان الدخول الى قلب سيناء من شباب مصر ومن شعب مصر ومن عناصر التنمية ومعاون التنمية كلها دخول بلا عودة الان جاء الوقت الى ان يكون في النهاردة المدارس متوفرة المدارس التكنولوجية متوفرة المدارس اليابانية متوفرة المياه والصرف الصحي موجود الطرق موجودة الوصول الى اي مكان في الدلتة سهل جدا اصبح الان الفرصة سانحة امام من يريد العمل بشكل جيد زمان كنا بنعمر سيناء ببطء شديد زي ما قالت الاسوداء مننا كنا بنعمر ببطء اللي انه كانت فيه عندنا حلقات وصل النهاردة التعمير قد يكون اسرع بكتير ما عندناش بشاكل فيه كل طرق سيناء الان لها مواصلات على فاكرة يمكن فيه خطوط سيكة حديدية في الفردان والعريش بتتعامل بشكل جيد اللي انا عايز اقوله انه فيه محورين مهمين جدا انا يمكن تبعت سيد وزير دا وبتكلم على محور على شريط الساحلي دولي هيربط لحد برسعيد ومحور من الشمال من رفح العريش يمتد الى الطور في الجنوب المحاورة دي كلها ربما ستكون لها تأثير كبير جدا على انسيابية الحياة في سيناء سيناء لن تعود ارض صحراء الجرداء ولن تكون عبارة عن تجامعات سكنية بسيطة من اهلنا في اهل مصر في سيناء وستتحول الى مجمعات وتجامعات سكنية تنموية ذات التنمية مستدامة الشاب اللي هيتنقل النهاردة وهيرضى وهيقبل ان يروح يشتغل في سيناء هياخد بيت والبيت ده مكون من اربع حجرات وبياخد معها خمسة الى عشرة فدان في مجمع تنموية متكامل فبدل ما كانت سيناء في الماضي تردى للسكان اصبحت جاذبة للسكان دعني اقول انها انتهت عزلة سيناء الى الابد وهذه اهم رسالة لكل من يسمع صوت مصر الان الحديث عن سيناء بعد هذه التنمية يجعل الرسالة واضحة للجميع سيناء ارض مصر وارد المصريين ولن تفرط الدولة المصرية في حبة وزارة ترامل ارتوى من المصريين وترتوي في المستقبل بعرف المصريين شكرا جزيلا لحضرتك دكتور يسري الشقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال اعمال المصريين الافريقى شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك